ضموا إلينا عبر تقنية زوم الدكتور جاسم حجي رئيس المجموعة العالمية للزكاء الاصناعي بالبحرين أهلا بك دكتور جاسم على شاشة قناة نيل الأخبار بسرخير والتحية طيبة لكم ولمشاهدين الكرام تتوتر كثيرا دكتور جاسم كلمة الحروب السيبرانية هو مصطلح كبير بات واضحا مع تطور التكنولوجي لكن الكثيرين لا يستطيعون تفسيره بشكل الأوضح أو شكل الحقيقي لطبيعته فهل لك أن تفسره لنا؟ طبعا مسئلة أو تسمية الحروب هيعتمد على كم وكمية الهجمات السيبرانية هناك ممكن أن يكون هجمات متفارقة على مؤسسات حكومية أو غير حكومية محدودة يمكن أن تسمية الحروب يكون كبيرة على الموضوع ذلك إنما يمكن الحروب بيكون بشكل أكبر على منشآت دول منشآت حساسة أمنية يمكن يكون على النفط يكون على الغاز يمكن أمور بيكون في صلب اقتصاد البلد أو الأمن القومي قصدا أنها تستهدف في البيئة تحتية منشآت بعينها لتعطيلها؟ نعم، إذا كنا نعتقد أن المنشآت موصلين بالإنترنت والتكنولوجيا هناك يمكن أن يكون أجهزة حساسة عسكرية ليس لهم أي رابط بالإنترنت أو التكنولوجيا فطبعا بيكونهم غير خاطرة على الهجمات السيبرانية إنما كلما دخلنا في عمق التكنولوجيات والذكال الصناعي والرابط بين الشبكات هناك طبعا خطورات متوازية من الهجمات السيبرانية ما هو الفرق ما بين كلمة حروب سيبرانية وحروب إلكترونية؟ أعتقد الحروب الإلكترونية التسمية يعني ابتعدنا كثير عنهم اليوم يمكن التركيز على الحروب أو الهجمات السيبرانية لأن الحروب الإلكترونية كان في الماضي نتكلم عن الشبكات ونتكلم عن أطمار صناعية أو إلكترونية فكان يسمونهم حروب إلكترونية مثل ما كنا نسميه تجارة إلكترونية واليوم نطلع بالتجارة الذكية أو تجارة بير تو بير أو غيرهم لذلك التسمية أعتقد الهجمات السيبرانية الصح وهجمات السيبرانية طبعا يجب أن أركز على نقطة أهم الأشخاص اللي يقومون بالهجمات السيبرانية أهم مجرد كانوا موظفين أو طلاب في الجامعات ولأجلب خبرات أكثر أو مال أو بغراءات ثانية يعني اطلعوا من مجال العمل إلى مجال الأمن السيبراني أو هجمات السيبرانية طبعا كثير منهم الرده يعني التفاعل غريب شوية الرده أن يكسبونهم الدول لكي يكونون في موقع الدفاع مثل ما تدرين أن الأشخاص اللي يمكن يدافعون عن الشبكة أشخاص كبشر إذا ما كانت عندهم خبرة في السابق على هجمات السيبرانية من الصعوبة أن يدركون كيف ممكن الهجمات تبدأ لذلك عندنا حتى بسمية مختلفة يسمونهم الهجمات السيبرانية الأخلاقية أو الأثيكة الحاكم هذه على أساس نجرب شبكاتنا من الداخل بين فترة وفترة أخرى يعني أشخاص يمكنهم يكونون من موظفين يكونون بأعمال خلا نقول ويعملون بعض الهجمات لكي يمكن يوازنون قوة الدفاع في الشبكات دكتور جاسم ظهر مصرح الحرب السيبرانية أو الهجمات السيبرانية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية مع الحرب الروسية الأوكرانية أو فلنقل الحرب الروسية الأمريكية على الأرض الأوكرانية ربما ظهر المفهوم على السطح بشكل أكثر مع الكثير من الهجمات السيبرانية لكن متى ظهر مفهوم حرب سيبرانية على التحديد وأصبح مفهوم؟ والله إذا ممكن تستغربين إذا قلت لك من أكثر من 180 سنة من 1843 وخبضاني في فرنسا يمكن بعض الأشخاص عملوا هجمات في وقته طبعا ما كان في شبكات مثل اليوم أو الإنترنت ولكن الدخول على حسابات أشخاص في البنك لكي يعني يكسبون بعض المال أو يحاولون من حساب إلى آخر ولكن كان بشكل متواضع أعتقد في ذروة الهجمات السيبرانية يمكن من 2005 وبعد ذلك هنا في هجمات يمكن المنشآت نووية مثل متادرون في دول مثل إيران نعمل عليها الهجم في نفس الوقت في 2010 ويمكن على شركات كبرى أخرى في العالم وبعد ذلك في 2020 وما بعد تمت هجمات السيبرانية بمفعول استخدام الذكاء الاصطناعي واليوم إذا صارح الفرصة نتكلم عن الموضوع اليوم أيضا نحن في مرحلة متقدمة جدا يعني ما نتكلم عن حروب سيبرانية نتكلم عن حروب سيبرانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي سواء في الهجمات أو في الدفاع عن الشبكة طبعا هذا موضوع جدا مهم كيف استطاعت الحروب السيبرانية الاستفادة من فكرة هذا التطور المزهل في الذكاء الاصطناعي؟ يعني أنت تدرين أن الحاكرز أو القراصنة دائما هم يعملون على مراقبة الشبكات ومراقبة بيانات ضخمة ومنهم يعني السرعة والبيانات وموجود ثغرات فهي كلها عمل أشخاص يعملون على مدار الساعة أو على انتداب لكي يقوموا به الأشخاص طبعا ذكاء الاصطناعي سهل كثير العملية على الأشخاص يعني وعقد على الشركات لكي الذكاء الاصطناعي يعني ممصال بسيط أنه ممكن يقوم بمراقبة الشبكات على مدار الساعة بمئات الألاف أكثر من البشر في السرعة وفي الدقة تصوري أن الهجمات كيف يمكن تكون بدقة وبسرعة أكبر من البشر وممكن زرع بعض البرامج الخبيثة في أماكن دقيقة في الشبكات لأن في النهاية الذكاء الاصطناعي من خلال مراجعة البيانات راح يراقب مش فقط الثغرات أيضا التحركات الأشخاص في المقابل يعني في أي وقت ممكن الأشخاص اللي يشتغلون في الشبكات أو في التكنولوجيا ممكن يكون لهم ذروة الفعالية أو المراقبة وفي أوقات نخفاض أكثر فممكن الذكاء الاصطناعي يقوم بالهجمات بدون رجوع للإنسان أو المشغلين في هالحالة أينما وجد أن الفرصة مطاحة له فلذلك كثير من الهجمات في السنوات الأخيرة عبر على الدول لا يوجد أشخاص هم يتبنون الهجمات طبعا الأشخاص هم اللي يعملون للخوارزميات وهم اللي يوفرون البيانات إنما التعلم الذكاء الاصطناعي يكون بشكل مذهل ويتعلم على مدار الساعة كيف أن ما علمناه في هجمات السبرانية يكون بفوق بما التعليم اللي حصل حتى يكون في مستويات أعلم أننا الخبراء ندرك كيف عمل على هالهجمات لذلك الخطورة جدا جدا مهمة في المقابل المقصود هنا الدكتور باسم إي المقصود أن قدرات الذكاء الاصطناعي استطاعت أن تطور بشكل كبير قدرات الهجوم السابراني بشكل لم يتوقعه الصناعي؟ طبعا وأيضا لا يكون كفاءة بين الإنسان وذكاء الاصطناعي يعني في المقابل لا توجد كفاءة أو توازن بين الأشخاص اللي يعملون في سد الهجمات السبرانية ومع ذكاء الاصطناعي لذلك اليوم يمكن في فترات قليلة القادمة أو سنوات القليلة القادمة يعني يجب أن ندرك أن هناك يكون استغناء يمكن حتى من أشخاص اللي يقومون بالدفاع عن شبكاتنا لأنهم ما بيكونون في نفس المستوى ونفس السرعة ونفس الدقة لكي يتنبؤون بالتحركات الحاكرز أو القرصنة أو القرصنة الذكاء الاصطناعي لذلك النقطة المهمة أن يجب في المقابل يوجد عندنا ذكاء الاصطناعي في الدفاع عن الجهات الأمنية عن الشركات عن الدول فالغلبة مثل ما تتنبهين بيكون الذكاء الاصطناعي أكثر تطوراً في الدفاع أو في الهجوم والخطورة أن هناك نوعين من الهجمات على المنشآت يمكن يكون ذكاء الاصطناعي يدخل على الشبكة ويمكن يأخذ البيانات أو ممكن يعمل مسامية رانسموار أو رهائن إنما الأسوأ أنه إذا قدر الذكاء الاصطناعي يدخل على البرمجيات بالأخص الخوارزميات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي في الشركات هذه ممكن انتحل شخصية كل شخص في الشركة وممكن انتحل شخصية البرمجيات كلها يعني المسألة شوي الدادة هنا بيدفعنا للتساؤل عن معامل الأمان في التعامل مع البرمجيات بشكل أو بآخر خاصة إذا كانت تستخدم في المصارف والبنوك وما شابه وإذا كانت قدرات الذكاء الاصطناعي بهذا الشكل فأي من هذه الجهات العاملة في مجال البنوكة والأموال ليست بمعزل عن فكرة التعرض لمثل هذه الأنواع من الهجوم السيبرانية أو هذه الهجمات السيبرانية صحيح يعني البنوك المستقبل اللي نسميهم نيو بانكس نيو مش يعني الجديد إنما نيو البنوك اللي يمكن اعتمادهم الكل في الاستثمار في الدفاع في صيرتها على الذكاء الاصطناعي ولا يوجد هناك أشخاص في المستقبل يعملون أساسا في هالمصارف إنما أشخاصهم تقنيين يكونوا خلق في ذلك حريك ذكرت تاريخ 2005-2004 لأنه بداية فكرة تطور الحرب السيبرانية أو الهجمات السيبرانية لكن يقال أن 2010 هو تطور كبير جدا بظهور واحد من الفيروسات الشهيرة في عالم الهجمات السيبرانية بشكل أو بآخر ما هي قصة هذا الفيروس الذي أشار إلى فكرات خدرات الزكاء الاصطناعي وتطورها في الهجمات السيبرانية طبعاً اللي ذكرتي عن الهجم إلى 2010 البداية كانت في 2005 أخذ منهم خمس سنوات لتطوير البرمجية لأن البرمجية كانت معقدة وكانت يعني تحتاج أن تنظر على كل الوسائل الدفاعية لكي تكون يعني اليوم في أحياناً برمجية بداية ممكن في محاولات يعملون أو في ممكن يعملون ما نسميه ديدوس اتاكس يعني يصرفون مليارات من الهجمات لكي يمكن ينجحون بالكثافة إنما إذا إحنا ركزنا على موضوع الفيروس تتكلمت عنه هي كان تحتاج الدقة أكثر لذلك براقبة الشبكات ومراقبة التحركات ومراقبة الأشخاص اللي يعملون في الأمن السبراني عن طريق طبعاً إحنا نسميه الميميكينج يعني ممكن أنت ومن بقى دور غير يمكن خبيث إنه مجرد تساؤلات من أفراد على أشياء ثانية بس في نفس الواق ممكن اكتساب بعض البيانات اللي ممكن نحن نشوفهم هالأيام فلذلك كانت تجميع البيانات على مدى خمس سنوات وبعدين الهجمة السبرانية لذلك يعني أحياناً نحن نعتقد أن الهجمة السبرانية اللي عملت خاصة بدون ذكاء الصناعي كانت وليدة يوم أو يومين لا ندرك إنه كان فيه جهد بذل قبل عدة سنوات على الموضوع نعم أشكرك كثيراً دكتور قاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي بالبحرين على هذه المدخلة عبر تقنية زوم شرفنا بوجودك معنا على شاشة النيل الأخبار ترجمة نانسي قنقر